موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الملفات التي نعرض فيه بالرصد والتحليل جميع القضايا والموضوعات الداخلية التي تهم الوطن والمواطن ويكون لها إنعكاسته الإيجابية على حضر مصر ومستقبلها لا شك أن محور قناة السويس يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تسعى دولة جاهدة لتنميتها بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنطقة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة لذا تسعى الحكومة جاهدة لجعل هذا الإقليم إقليما متكاملا اقتصاديا وعمرانيا ومتزنا بيئيا ومركزا عالميا متميزا في الخدمات البحرية والوجستية والصناعية والسيحية ومحورا مشاركا في تشكيل معالم التجارة العالمية بحلول عام 2030 من هذا المنطلق جاء اجتماع رئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد دياحيا زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الأحد الماضي لبحث إمكانية تركيز نشاط المنطق الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين صناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استرادوها حاليا من الخارج خاصة تلك التي تدخل في مكونات الانتاج المحلي بهدف ضخفية حجم الاستيراد منها الحديث بشكل أكثر تفصيلا حول تنمية محور قناة السويس كأحد قاطرات مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه الفترة والفترة المقبلة يساعدنا أن نستضيف معنا الله إلى داخل الاستوديو والدكتور مادد عبد العظيم وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأحدى الجامعة الخاصة أهلا وسهلا معكم أهلا وسهلا معكم أستاذ المشاهدين شهدين قبل أن نبدأ حلقتنا مع عضفنا الكريم تعالوا مع بعضنا نشوف هذا التقرير لزميل محمود علي قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي طالما كان الممر الأهم والأسرع الذي يربط البحرين المتوسط والأحمر وهمزة الوصل بين قارات العالم كما أنها تشكل الممر الأكثر استخداما لأغراض الشحن والنقل البحري بين دول العالم ومن ثم فهي تقع في القلب من حركة التجارة العالمية الأمر الذي أهلها لأن تكون ذات موقع كغرافي يتمتع بدرجة تنافسية عالية قل أن يتمتع بها أي موقع عالمي آخر وجاء افتتاح قناة السويس الجديدة ليدشن لجيل جديد من المشروعات التنموية العملاقة وكانت الأولوية لتنمية محور قناة السويس الذي يشهد العديد من التطورات على أكثر من صعيدة في مقدمتها تنفيذ شبكة أنفاق عصرية أسفل قناة السويس في منطقتين بورسعيد والإسماعيلية وإنشاء أطول رصيف حاويات في العالم بميناء منطقة شرق بورسعيد وتطوير الظاهير الصناعي واللوجستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع توفر 400 ألف فرصة عمل وإنشاء محطة الصب السائل بالعين السخنة كما شمل المخطط العام إنشاء ثلاث مناطق اقتصادية هي شرق بورسعيد، العين السخنة والقنطرة غرب وتضم ستة موانئ فضلا عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المرة عبر القناة وتدشين مشروعات للسزراع السمكي إلى جانب تخصيص 96 ألف متر لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلك المنطقة التي حظيت بحزمة من الحوافز الضربية وغير الضربية التي لا يمكن أن تتوفر إلا في هذه المنطقة الاقتصادية ذات الأهمية العالمية أهلا بكم من جديد مشاهدين برحب مرة أخرى بضفنا داخل الاستوديو الدكتور مادد عبد العظيم أستاذ الرئيس قسم الاقتصاد بأحدى الجامعات الخاصة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحيك أستاذ المشاهدين كيف تقرأ تمام الرئيس عبد فتح السيسي بمحمور قناة السويس بس حيك وبدءا ببدء لما استعرضنا التقرير حيك شوفناه دلوقتي هنجد أن محور قناة السويس ده من أحد المشروعات القومية العملاقة اللي كان لابد فعلا من شروع في تنفيذه بل بجدية وسرعة وده ما تم لأن كان المخطط له ثلاث سنوات تم اختصارها إلى سنة واحدة طب إيه المزايا ما هي المزايا التي عادت على الاقتصاد المصري من إنشاء هذا المحور الجديد لشك أن فترة انتظار السفن والحاويات قلت أيضا لشك أن العمق اللي سمح به القناة الجديدة يستوعب من الحاويات الضخمة والعملاقة ما يسمح بمرورها وبالتالي زيادة نوارد الدولة من النقد الأجنب أيضا ما تم إنشاءه من حياة حول هذا المشروع ومناطق اقتصادية ولوجستية ده يعتبر سق وصلنا له في فترة زمنية توقيت صحيح كنا محتاجينه بمعنى إن إنشاء المناطق اللوجستية وإنشاء المناطق الاقتصادية وست موانئ وهذه الحزمة الكبيرة من المشروعات بتشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ووفودها إلى المنطقة أيضا ما قامت به الدولة من تعديلات في التشريعات والقوامين وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل على المستثمرين مهمة المعلومات والبحث عن المعلومات من خلال المواقع الإلكترونية وأيضا من خلال موقع حكومي يعلن عن نوع ومكان الفرص الاستثمارية وحجم الفرص الاستثمارية لكل المستثمرين يعني يقدر أي مستثمر وهو في دولته أو في مكتبه يقدر أنه يعرف إيه المشروعات المتاحة الحالية وإيه فرص الاستثمار الموجودة في الاقتصاد المصري ويقدر أنه يعمل دراسة الجدوى بتاعته ويقدر أنه كمان يستفيد بالمزايا والإعفاءات الضريبية والتعديلات والتيسيرات التي تمت على القوانين والتشريعات يعني خلينا نتكلم أكثر على جذب مزيد من الاستثمرات وخاصة أنه دايما من خلال المؤتمرات بيبدو لنا انهتمام بشكل خاص بسيناء وشكل خاص بمحور قناة السويس وخاصة من المستثمرين العرب لو استمعنا لخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنلاقي أنه بيركز على نقطة مهمة جدا جدا هو التزام الدولة أمام المستثمرين وأمام العالم بتوفير الأمن والأمان والفرص الاستثمرية المتميزة جدا وطبعا لو تكلمنا حيك عن ما تم إنشاؤه من مشروعات قومية عملاقة هنتكلم عن عدد كبير جدا من المشروعات من أهمها أيضا بعد قناة السويس يأتي البنية التحتية والإنفرستركشور أو الطرق والكبار والأنفاء وتوصيل المرافق إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة لأن أي مجتمع عمراني جديد علشان أقدر أجذب إليه استثمارات لابد من توفير وسائل الحياة وسبب العيش من طرق ومواصلات وخدمات تتعلق بالمياه والكهرباء وإلى آخره وبالتالي رأينا كلنا ما حدث في الفترة الأخيرة وهي فترة وجهزة تعتبر فعلا تم التكيز فيها على إنشاء هذه المشروعات سواء مشروعات البنية التحتية والأساسية أو ما يتعلق بمشروعات الاستثمار المتنوعة في مجالات الصناعية والزراعية تنوع مجالات الاستثمار ده بيده فرصة أكبر وميزة للاقتصاد المصري بجانب طبعا الموقع الاستراتيجي اللي بتحظى به قناة السويس وموقع مصر في وسط العالم وبالقرب من قارات العالم ده بيخلي أن نستعيد عن ما يتم استيراده وبالتالي يحصل ترشيد أو توفير في فتورة الإنفاق من العملة الصعبة والاستعادة عن مواد الخامات والبديلة أو المكملة للصناعات التي نستوردها بإنتاج هذه المواد المحلية بل وأيضا تصديرها إلى بقية الدول العالم حالتك طبعا بصفتك خبير اقتصادي كيف ترى حركة التجارة العالمية بهمية حركات السويس في حركة التجارة العالمية ككل لا شك زي برضو مش مهنة في التقرير أن موقع قناة السويس الاستراتيجي اللي بيربط ما بين قارات العالم أيضا المزايا اللي يمكن أن توفرها قناة السويس عن طريق استخدامها استخدام السفن والحاويات لهذا الطريق من خلال التجارة العالمية ده بتحقق قناة السويس لتجارة العالم بشكل كبير كمان في نقطة مهمة جدا أن إنشاء الموانئ والأرصفة العملاقة الضخمة التي تستوعب الحاويات الضخمة والأماكن اللوجستية علشان تخدم حركة السفن وحركة التجارة العالمية لشك أن ده نقطة مهمة جدا في الاعتبار بجانب أهمية عنصر الموقع أيضا ما تتميز به مصر من استقرار سياسي واستقرار أمني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود الدولة بقيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات لأننا كلنا نعلم أن رأس المال بطبيعته جمان يهرب من الاستثمارات الأماكن أو المناطق التي ممكن أن يمس استثماراتها فيها خطر وبالتالي يهرب حتى لو كانت دولة الاستثمار الأم يهرب من دولته إذا كانت فيها عدم استقرار سياسي أو أمني فمن فضل الله سبحانه وتعالى بعد جهود الدولة تم تحقيق هذا العنصر الهام والحاوي بشكل كبير جدا جدا في استقرار سياسي في استقرار أمني أيضا ما تم إصداره في فترة وديزة من تعديلات على التشريعات والقلامين وتنفيذ سياسة الشباك الواحد التي بصدد الانتهاء منها في هذه الفترة وأيضا هيئة الاستثمار الواجهة المشرفة الآن للمستثمرين سلاء المصريين أو العرب أو الأجانب في تعاملتها في إجراءة تبسيط إجراءتها فيما يتعلق بوضوح الرؤية للمستثمر لأن المستثمر يعني يستلزم لكي يتمئن المستثمر إلى استثماراته أن تكون هناك رؤية واضحة للقوانين والتشريعات واستقرار هذه القوانين حتى يشعر المستثمر كان المحلي أو العربي أو الأجنبي بالأطمان على استثماراته ونحن نرى الحمد لله في الفترة الأخيرة ورغم أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم إلا أن هناك استثمارات قدمت إلى السوق المصري استثمارات عربية واستثمارات أجنبية في مختلف المجالات وتخصصات سواء كانت الصناعية أو ما يتعلق بالبنية التحتية أو ما يتعلق أيضا بالاستثمارات الزراعية أو القطاع العقاري أو قطاع الإسكان بحكم أن قطاع العقارات في مصر قطاع واعد نضع لزيادة عدد السكان حجم السكان أيضا زيادة الطلب على السكن بغرض الزواج وبغرض الاستثمار لأنه يعتبره آمن فشايفين فيه استثمارات عربية جاية في مجالات متنوعة وأجنبية أيضا وشايفين الحمد لله عودة حركة السياحة بعد أن كان هناك إيقاف من دول لقدوم طائرات عليها سياح من هذه الدول إلا أنها أعلنت عن فتح باب السياحة إلى مصر وشايفين الحمد لله شارم والغرداء والبحر الأحمر يعني شايفين فيه سياح بفضل الله سبحانه وتعالى هذا لو لم يكن هناك أمن وأمن لما أتت هذه الاستثمارات ولما أتت هذه السياحة إلى مصر بتأجد ما هو المقصود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ المنطقة الاقتصادية هي عبارة عن منطقة فيها تنوع من الأنشطة الاقتصادية لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية المنطقة الاقتصادية فيها كل سبل ومتطلبات الاستثمار من بنية تحتية ومرافق وإلى ذلك أيضا المنطقة الاقتصادية تنوع الاستثمارات فيها يجذب عدد من الشركات سواء كانت المحلية أو الأجنبية وبالتالي إنشاء هذه المناطق وتسهيل طرق الوصول إليها وتوصيل الخدمات وإنشاء الحياة حولها الحياة بمعنى ما يتسلزمه حياة الإنسان من مدارس وجامعات ومستشفيات وأنشطة وأماكن سكنية طريق هؤلاء المعطنين وغيرهم كل الخدمات بشكل كبير جدا بل أيضا الدولة في الفترة الأخيرة ركزت بشكل كبير جدا على تدعيم الخدمات الإلكترونية وخدمات الإنترنت بحيث حتى لو فيه مستثمرين بيبحثوا عن فرص يقدر من خلال الإنترنت يتعرف على هذه الفرص ويقدم الطلبات ويحصل على الموافقات أو الاشتراطات اللي ممكن تكون مطلوبة لممارسة أي نشاط أيضا توزيع الجغرافي للاستثمارات في توزيع في الأنشطة وتوزيع جغرافي يعني مثلا لو شفنا مدينة الروبيكي أو شفنا مدينة الأثاث في دونيات نجد أن هذه الصناعات تتوطن في مدن تتوفر فيها إما المواد الخام أو تتوفر فيها الحرفة أو الحرفيين أو الفنيين أو تتميز بميزة نسبية من حيث جودة صناعة هذه الصناعة المتوطنة في هذا الموقع عايزين أن تعرف أحركك على صلاحيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخصت نزع أحرك أشارت أنها هي منطقة وعدة اقتصاديا لا شك أن إنشاء المنطقة الاقتصادية على هذه القناة بهذا التنوع بهذا الحجم من الأنشطة ده أنصر مهم جدا تنبهت لي الدولة بشكل قوي وأنشأت هذه المنطقة الاقتصادية في هذا الموقع المميز بالذات لأن هذا الموقع يسمح لتجارة السفن على من سواء دخول المواد الخام أو خروج المواد المصنعة بعد تصنيعها في هذه المناطق الصناعية فيسهل عملية حركة التجارة ويقلل من تكاليف النقل كلنا نعلم أن التكلفة المقل البحرية تعتبر من أقل التكاليف بالنسبة لنقل البضائع والخامات وما إلى ذلك وبالتالي تساهم هذه القناة بتفريعتها الجديدة وأيضا توطن أو توطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية المتعلقة بقناة السويس إلى تسهيل دخول وخروج البضائع وتقليل التكلفة على المستثمر وبالتالي زيادة تنفسية المنطق المصري والمنطق المنطق كيف يمكن توطين هذه الصناعات؟ توطين هذه الصناعات يشكل له عدة طرق وأسباب أولا التركيز على التدريب المهني والحرفي بالنسبة لجيل الشباب حتى يكون لدي كوادر أستطيع أن أنا أنافس بها في الأسواق العالمية شوفنا تجربة في دولة اعداد السكان كبير جدا جدا فركزت على تدريب الكوادر البشرية وتوجيه سياسة التعليم إلى تخصص ليس فقط مطلوب على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي فبدأت هذه الدولة تصدر أبنائها تصدر خريجيها كوادرها إلى العالم أجمع بما فيها الدول المتقدمة هذه الدولة هي الهند وهذه التجربة هي تجربة تكنولوجيا المعلومات الانفورميشن تكنولوجي اللي هي خلت جمهورمجين هنود يتصدروا أماكن قيادية في شركات أجنبية وعالمية في دول أوروبية متقدمة فإحنا الدولة حاليا فعلا بتركز على إدخال تخصصات جديدة إلى مجالات الدراسة والتكيز على استخصصات الحديثة يعني مثلا لما يكون عندنا مفاعل نووي لما يكون عندنا تصدير لطاقة زي الكهرباء أو الغاز لابد من التركيز على إنتاج كوادر متميزة فنيا ومهنيا ومدربة لا خلينا نركز على التعليم الفني مرة أخرى لا شك لا شك لأنه بالغ الأهمية كلنا بنعاني لما نيجي نتعامل مع فئة الصناعية أو المعمارين نجد حد ذو أمانة وذو خبرة يعني يكون كمان فاهم شغله وبالتالي التركيز على هذا النوع من الدراسات والتخصصات أفضل بكثير من أن يكون اللي هي خرجين في مجالات بعدد كبير جدا مش ممكن يبقى كل الناس بكاروس تجارة والسانس حقو والسانس أدام وبالتالي لابد من الاهتمام أيضا بالتدريب التدريب والتعليم وجهان لعملة واحدة إذا كان هناك تدريب مع التعليم بشكل جيد فالمخرج النهائي أو المنتج النهائي بحكم رأيك أستاذ جامعة ده بيطلع منتج أقدر مش بس أن أنا أستفيد بمحليا وأقدر أن أنا أصدره لكل جول العالم يبقى فيه كفاءة المنتج النهائي من جودة التعليم وفعلا في الفترة الحالية هنلاقي أن حتى تنسيق السنة هنلاقي أن فيه جامعات وكليات جديدة في مطروحة وتخصصات حتى فيه جامعات قائمة تخصصات جديدة فبالتالي هذا هو الضلع الأول والأساسي لتنمية الصناعة المصرية وتطوير جودة الصناعة المصرية أيضا الاهتمام بالمستثمر المحلي لأن لو لم يكن هناك نجاح للمستثمر المحلي لن يأتي إلينا المستثمر الأجنبي وده اللي بتعمله بوقتي في التيسيرة حتى فيه حلول فرضتها الدولة لخفض المنازعات القضائية فيما يتعلق بالقضايا الضربية وإعفاء المستثمرين المتعثرين أو المصانع المتعثرة من فوائد ومتأخرات فوائد الديون لأنه طبعا بيبقى فيه أصل القرض وفيه الفائدة فحقيقي ده قانون مهم جدا حوافظ للمستثمرين المحليين وحوافظ أيضا تشجع المستثمرين العرب والأجانب على القدوم إلى ولم يكن هناك مستثمر محلي لن يقدم مستثمر أجنبي أكيد لو لم يكن المستثمر ابن البلد مبسوط وبيكسب كويس والإجراءات بتشجع الاستثمار وبالتاني ده فعلا اللي الدولة قامت وبيتستكمله الآن بشكل جيد جدا هو حل مشاكل المستثمرين المتعثرين المصريين وفتح إعادة فتح المصانع التي تم إغلاقها لمشاكل نزاعات مع الضرائب وإعطاء التعليمات لمصلحة الضرائب بإعفاء هؤلاء المستثمرين من تراكم فوائد الديون وتقصيد أو تسهيلات في سداد أصل الدين وده كان حقيقة خطوة جميلة جدا وخطوة ذكية جدا للأخذ بيد المستثمر المصري اللي هو هيكون وجهة تجذب المستثمرين العرب والأجانب وإحنا شايفين الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا في وضع من يعني انظر حولك إحنا في وضع أفضل بكثير من دول حوالينا فلنحمد الله ونشكره وفعلا نساعد إحنا بقى كبير كبار كبير شبابي نساعد كلنا الدولة في تحقيق هذه التنمية المستدامة الكبيرة الغير مسبوقة بشهادة مؤسسات دولية كبيرة لأن إحنا حققنا خطوات استباقية في إصلاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى انخفاض معدل البطالة انخفاض معدل التدخل اللي كان ارتفع بشكل كبير أدت أيضا إلى شهادة مؤسسات دولية كبيرة زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن مصر ستكون هي الدولة الوحيدة الشرق أوسطية التي ستحقق معدل منه إيجابي بعد هذه الجائحة أو هذا الفيروس كوفيد 19 أو كورونا في منطقة الشرق الأوسط ولي شهادة يعني نعتز بها لأنها شهادات من جهات محايدة بالإضافة أيضا إلى أن قدرة سداد مصر على بيونها القرض اللي خدناها اللي هو الـ 12 مليار في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016 بفضل لا تم سداده حتى لو خدت قرض جديد أنا عارف أن أنا بخطط علشان أعمل إحلال سياسات الإحلال فيما يتعلق بزيادة مواردة الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي زيادة معدلات النمو لها شقة بالشقة الأول سياسة الإنتاج للتصدير إنما أنا بقونت لها عشان أصدر الثاني الإحلال محل الواردات فالإحلال محل الواردات بيخليني برضو أخفت فاتورة الاستراد وبالتالي أوفر العملة الصعبة الإنتاج منتجات متميزة لها قدرة على التنافس عالميا هي دي سياسة تشجيع التصديد ودي برضو بتحقق لي عائد من الموارد الأجنبية لو كلمنا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ماذا تعير فيها منذ خمس سنوات لا شك إن في فترة رجيزة تغيرت تماما طبعا بعد الدولة ما شرعت في تنفيذ هذا المشروع بجانب في خطوط موازية بجانب مشروعات قومية أخرى عملاقة زي ما قلت الحك في الأول تم اقتصار فترة زمنية إلى سنة واحدة وفعلا تم الافتتاح بعد سنة حركة الإنشاء مستمرة 24 ساعة يعني لو رحنا بعد شهر بعد شهرين من زيارة رحناها نلاقي فيه تغير سريع جدا بيحصل وبالتالي تكثيف الاهتمام من الدولة بهذه المنطقة بشكل كبير جدا مع الاهتمام بمناطق ومشروعات قومية أخرى ده يخلي مش بس المستثمر يحس أنه عايز يستثمر هنا لا يطمئن إلى التزام الدولة بوعودها كمان المستوى المنتاز اللي بتقدم به الخدمات الآن كمان ما قدم من تسهيلات للمستثمرين ده كل يحفز كل أنواع الاستثمرات في مختلف تخصصات والمجالات وفي أحجام مختلفة من رؤوس المشروعات سواء رؤوس الأموال في المشروعات سواء المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المشروعات العملاقة أو الميجة بروجيكت يقدر أن يدي أي مستثمر أو أي شركة في مجال الاستثمرات تستثمر على الاسكيل أو على الليفل أو على المستوى اللي ممكن يكون شايفان أنه ممكن يحقق لها مردود أو يتماشى مع تخصصها واستثماراتها خلينا نتكلم عن تنمية قهة السويس والمنطقة الاقتصادية إزاي ده انعكز بشكل أوسع على تنمية سيناءك الكل طبعا لا شك سيناءك جزء أهم من دولة مصر وبالتالي مش بس الدولة كفحت الإرهاب بشكل قوي جدا وقضت شبه قضت على الإرهاب بشكل قوي جدا جدا ولكن ده المنطقة دي أولا منطقة أهلة ومليئة بالثروات ثانيا تم إنشاء هذه المشروعات والمناطق الاقتصادية فتم تعمير هذه المنطقة بعد أن كان جزء منها صحراء أيضا قدوم المواطنين إلى هذه الأماكن لوجود فرص عمل جديدة متاحة نتعرف حيث إحنا بيحصل عندنا نزح من الأرياف من الريف إلى المدن علشان فرص لعمل وتوافر ظروف الحياة في المدن أكثر من الأرياف وبالتالي يحصل نوع من إعادة التوزيع الجغرافي للسكان وعدم تركض السكان في هذه المنطقة المحصورة من مصر التي هي نسبة الـ 2% تقريبا وبالتالي وجود هذه الصناعات في هذه المنطقة في فترة وجهزة وبدء الدولة في تنفيذ المشروعات وخدوم المستثمرين إلى هذه المنطقة وإنشاء حياة متكملة ده بيخلي يحصل إعادة التوزيع الجغرافي وأيضا يخلق فرص عمل جديدة للشباب وبالتالي القضاء بشكل متدرج على مشكلة البطالة وده مشكلة مهمة جدا جدا بتقرق الدولة وبتخليها دايما نصب عينيها وبتخليها دايما بتهتم بيها لأنه في النهاية الشباب هم عماد المستقبل احنا يعني في حاجة لرفع مخصصات يعني في موازنة العامة أهمية رفع مخصصات سيناء سيناء تحديدا مخصصتها ملايا نحن في حاجة لمزيد من رفع المخصصات لسيناء أتفق مع حضرتك في الرأي وده العملية الدولة في فترة أخيرة ما هو توجه الاستثمارات بهذا الكم وهذا الكيف وعلى هذا النحو إلى سيناء ده يعتبر زيادة في المخصصات الموجهة إلى هذا الجزء الغالي والعزيز من نصر وبالتالي تركيز الدولة واهتمامها على هذه المنطقة بعد أن كانت مهمشة ده دخل دلوقتي الأمور هناك اختلفت بشكل كبير وزي ما بقول لحضرتك والسيدة المشاهدين من عجلة دوران العمل سريعة جدا والتغير مشهود لو رحنا بعد فترة وجيزة نجد أن هناك إنشاءات تمت ومشروعات بدأت أنها تسلم وما إلى ذلك وإنشاء جامعات وإنشاء مدن سكنية نحن عندنا نزيد عن 14 مدينة سكنية جديدة على مستوى الجمهورية وعندنا مشروعات عملاقة تتعلق بما يمكن أن يتم تصديره من الطاقة سواء كان الكهرباء أو الغاز أو ما إلى ذلك أيضا ما يمكن إنشاءه من مشروعات تتعلق بالتقدم التكنولوجي اللي بيواكب عشان نواكب العالم في الفترة الحالية وزي ما قلت برضو الاهتمام بجيل الشباب الواعد وإحنا عندنا في مصر عقول بشرية رائعة في كل التخصصات وفي جل المجالات ومنهم ما سفيره لابا أنا يخليك هم مشروعات قاومية التي تساهم في تنمية سيناء من وقت نظر حضرتك بصحك تنوع المشروعات عشان ننمي منطقة زي سيناء لازم نشوف الأول إيه هي المزايا النسبية اللي في المنطقة المزايا النسبية من معراض الزراعية خاصة فأتوجه لي أزرع إما مواد أو روماتيريالز أو مواد خام فأقدر أن أنا أعمل صناعات لتشغيل هذه المواد الخام أو تصدرها أو إعادة استخدامها فيه كمدخلات فيه عناصر أخرى أو منتجات أخرى أيضا نقطة مهمة جدا تتعلق بتنوع المشروعات بيخلق فرص للإستثمار كثيرة يعني الخدمات اللي تكلمنا عنها في مجال الصناعة وتنوع الصناعات والثلاث مناطق الصناعية الكبرى وأيضا الخدمات اللوجستية اللي بتسهل في قناة السويس سمرور السفن وتخزين البضائع وما إلى ذلك ودخول الحاويات واختصار الوقت وزيادة الأحمال دي كلها عام مهمة جدا فعشان كده بقول لحك إن تنوع ويوجود محفظة أو سلة أو تشكيلة من الاستثمارات التي تتناسب مع المزايا النسبية للمنطقة من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث المزايا النسبية الموجودة سواء كانت أراضي خصبة أو مواد خام أو توطن صناعات معينة تتناسب مع هذه المناطق دي نقطة مهمة جدا بتوسع دائرة والنجال الفرص للإستثمار مشاهدينا متوقف مع حضر فاستل ونعود لذاتنا الكريم في الاستوديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرحب بكم أرى أخرى مشاهدينا ورحب بضفنا في الاستوديو الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الرئيس خصم الاقتصاد بأحدى الجماعات الخاصة أهلا بيك مرى أخرى أهلا سهلا نتكلم عن سينا لابدنا نتكلم عن السياحة لأنها في البداية لم تقوم لديها أي مقاومات سوى أنها ذات مقاومات سياحية طبعا غير أنها بتزخر بكنوز وصروات عديدة جدا خلينا نتكلم عن السياحة شوية في سيناء إيه أهم القرارات من وقت نزه ردك لاتخذتها الحكومة لتعزيز غطاء السياحة في سيناء أول قرار وأهم قرارات تخذته الدولة علشان تعزيز السياحة في سيناء هو القضاء على الإرهاب بدون القضاء على الإرهاب لن تأتي إلينا سياحة لم نقضي على الإرهاب لما أتت إلينا السياحة وبالتالي ده أهم قرار هو مكافحة الإرهاب وده بدلت في الدولة مجهود كبير جدا بقيادة الجيش والشرطة وحقيقي تم يعني زي ما نقول كده توضيح رؤية لدول العالم أن القيادة السياسية المصرية قادرة على مكافحة الإرهاب وقادرة على القضاء عليه وشفنا الأنفاق اللي تم هدمها تحت الأرض وتم اكتشافها وشفنا كمية العناصر الإرهابية اللي تم القبض عليها أو القضاء عليها وبالتالي من وجهة نظري ده أهم قرار خادته الدولة لي تشجيع السياحة مش بس في سيناء في مصر كافة الحاجة التامية هو الاهتمام بهذه المنطقة وإعطاها مزيد من الأولوية والاهتمام في إنشاء مشروعات البنية التحتية والأساسية والطرق والكباري وشفنا كم الطرق والكباري اللي تم عمله مش بس في سيناء في مصر كلها في فترة زمنية وجيزة وممكن كان بعض الأراء تختلف تقول طب لي نعمل كل إيه لازمة الإنفاق على هذه الطرق والكباري وهذه المليارات من وجهة نظرهم المهضرة اللي تم إنفاقها بعض النظر للقيادة السياسية المصرية بيخليها إنها دايما تعمل خطوات استباقية استباقية معنئة زي مثلا قضية التسليح لما جينا نشتري أسلحة من كذا دولة وكان بعض الأراء تقول ليه تسليح لما عندنا جيش الخطوات الاستباقية لأن إن لم تكن قويا دعت بين الدول وبالتالي وخصف لزروف المحيط قوة الجيش المصري الداعم الأساسي لوضع مصر عالميا أيضا قوة الاقتصاد المصري وتحسنه وشهادة المؤسسات الدولية العالمية له بذلك داعا جدا لموقف مصر وبالتالي مصر فعلا هي دولة رائدة وتستحق ما هي فيه وأكثر مما هي فيه في الحقيقة إن القضاء على الإرهاب يعتبر العنصر الأساسي الحاكم لتشجيع قدوم السياحة إلى مصر أيضا مزيد ما بذلته الدولة من مزيد من الاهتمام والتركيز على هذه المنطقة والاهتمام بالمرافق والبنية الأساسية والحياة لإنشاء مجتمعات سكنية وديدة أنفقنا السويس أنفقنا السويس لا شك وبالطالي كل هذه العناصر أدت إلى بالإضافة إلى الحمد لله الاستقرار السياسي من فضله والأمني أدت إلى جذب السياحة وعدد السياحة تدريجيا لن تعود السياحة في يوم وليلة ولكن عادة السياحة بشكل يطمئن إن شاء الله في الفترة القادمة مزيد من السياحة القادمة إلى مصر بالإضافة إلى مزيد من فرص استثمارية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى العمل في السوق المصري بالإضافة إلى الكوادر المصرية والعقول البشرية الرائعة أعتقد إن دي إن شاء الله تشكيلة قوية جدا لكيب مزيد من السياحة والاستثمارات ونصر طبعا بها بلد مضيوفة والناس بتحس فيها بالأمن والأمان خلينا نكلم عن إننا أرد السيناء تحديدا دي أرد الفيروز مليئة بالكنوز ومليئة بالسرارات الطبعية تزخر بسرارات الطبعية العديدة جدا بالإضافة طبعا إلى السياحة وما إلى ذلك حبينا نعرف يعني إذن من نقدر أننا نستفيد أكتر من إننا طبعا في مصر بتصدر مواد خام كتيرة جدا وممكن تكون من سيناء ومن غير سيناء لكن نتكلم تحديدا على سيناء زي إننا نقدر إننا نعزم القيمة المضافة وإننا نقدر نستفيد من هذه السروات بحيث إننا ما نصدرهاش مواد خام طبعا لا شك إن تصدير المواد الخام بيفقدني ميزة إن أنا ممكن أحقق هامش ربح أعلى لو أنا صدرت هذه الخامات مصنعة زي على سبيل المثال للحصر القطن المصري أيهم أفضل إننا أصدر القطن المصري خام كعائد ليا أو إننا أصدره المصنعة لو أنا صنعت القطن المصري وعملت منتج مصري بجودة عالية ومنافس للمنتجات الخارجية أو الدولية يعني بيعرف الأسواق الخارجية أكيد أنا هكسب أكتر ومن ضمن ما يقال إن لما بنلاقي حاجة معمولة من القطن المصري في دول العالم بيقولك ده إيجيبشن كتن ده قطن المصري هو بيفتخر إن ده مصنوع من القطن المصري وبالتاني ربنا على سؤال حقيقي لو أنا أفضل أصدر المواد الخام كخام أو أصدرها مصنعة بجودة وسعر تنفسي لأ طبعا أنا أحقق الهدف الأكبر بإننا أصدرها مصنعة بجودة عالية وسعر تنفسي والاهتمام بالفينشينج اللي هو التشتيب النهائي للمنتج طيب إحنا سألن حدرتك معنا هذا الاتصال التليفوني معه دكتور ربان محمود مرزوق الخبير البحري وأستاذ النقل واللوجستيات أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك يا أستاذ حنان وأهلا بدكتور ماجد تحياتي لكم تحياتنا لحضرتك لأي مدى يمكن أن تساهم تنمية نحور قناة السويس في جعل مصر مركزا للتجارة العالمية من وكة نظر حضرتك هو إحنا عندنا كل المقومات يبقى مركز لوجستي عالمي نعم يعني معطيات بسيطة كده هوت أولا أن الممر الملاحي أو يقول قناة السويس ممر آمن بمعنى إيه آمن آمن من ناحية السياسية ما فيش أي صراعات سياسية آمن من ناحية المراكب إنها بتمر مش محتاجة هويس أو بوابات إنها تمر فيها تمام إنه ممكن يحصل أي دامج زائد إنها محطوط لها كل المساعدات الملاحية العالمية تمام دي أول حاجة تاني حاجة إن عندي المسافة زي ما هو كل الناس عارفاها إن المسافة بين أوروبا وشراء أسيا بتخفضني في حدود من أسبوع لعشر تيام بحار مر من قناة السويس زائد إن عندي فيها دعم لوجستي عالي وده في السابق السابق كان بنعمل إيه؟ عندي إيه دعم لوجستي؟ كنت بغير التواقم فيها بورد له أكل بورد له وقود تمام؟ بورد له مية حلوة نعم مية عزبة يعني شيء طبيعي ده كان متواجد إحنا بنعظمه في الوقت الحالي في الوقت الحالي في المنطقة الفاضية بنحاول نوجد مستثمرين عشان نبتدي نحط على أحدث مستويات الكابريت عشان إحنا دلوقتي الكابريت في البحر من سنة 2020 يعني عشان عشان عشرين إن لازم نسبة الكابريت في الجاز يكون واحد المية بالتبعية ابتدينا دلوقتي بنعرض عروض جيدة وفيه مستثمرين مهتمين بس لسه تحت المناقشات لكن برضو عشان برضو المشاهد يعني عنده خلفية إن القناة السويس من يوم لما اتبع رسيات الرئيس في إزدواجية القناة وإحنا تحت حرب إعلامية قوية جدا ضد المشروع من أساسه وطبعا إحنا تكلمنا فيها فترات طويلة لكن آخر كان آخر حاجة اتقالت اللي هي كانت بخصوص إن معظم الخطوط اللي كانت بتمر من القناة خدت رأس الرجاء الصالح عشان توصل بها أوروبا وده المفهوم ده خطأ مهما كان قيمة البترول نزل ليه؟ إن كل الخطوط الملاحية لها التزام وقتي بمعنى إن أنا لما باجي أعمل اللي بيسموه عقد الإيجار بالرحلة أنا كصاحب شحنة وبقول أنا شحنتي هشحنها لو فرضنا من بومباي لغاية هتوصل نابولي إيطاليا أنا هشحنها ليوم كذا وحتوصل ليوم كذا بالتحديد المعاد ده لو اتأخرت أي معاد الماركد يدفع غرام التأخير بالتبعية لما تلاقي الإشعاعات دي وإنبار للأسف ضعاف النفوس صدقوها صدقوا الكلام اللي هو الهرمو نمك ده اللي هو كلام وهني دي بالنسبة للحرب الإعلامية طيب هنجي دلوقتي لها وإحنا في الفطرة الخامس شهوري اللي فات الجول قمنا أنا بتكلم قمنا كمصريين ولا يستو أنا بتكلم بالإنسان كنات السويس أو بالمنطقة الفضية نعم قمنا بإنجاز في جانح الكورونا عملنا إيه إحنا عملنا تغيير طواقم أمننا المرشدين طبعا دي لما تيجي تعمليها دي مش سهلة إن كنتي خلال نقول إيه الفيروس القاتل ده وابتدنا قناة السويس لم تتأثر خالص بالإيه بالموضوع ده لكن تأثرت التجارة الدولية التجارة الدولية وإحنا برضو المقولة القديمة اللي إنتي حضرتك إذا بتيها في احدها آآ قصصك إن إيه إن التجارة الدولية تمرد ولا تموت آآ بالتبعية أخنا كانت في فترة كاسات في الفترة اللي فاتت دي لجانح الكورونا بس ما قللتش السفن بطريقة يعني خلتني أقلى أنا أعامل آآ عامل خمسة مليار وثلاثة من عشرة يعني بالتبعية أنا أنا كيت أنا أنا ماشي في نفس المستوى بتاعي ما قلتش عنه تمام؟ طيب حنيجي بقى إيه إيه اللي إحنا عايزينه نضيفه زي ما نريس آآ آخر مقابلة مع رئيس الهاية الاقتصادية أنا الشركة آآ أو نقولها هي كراسويس تمتلك إيه؟ تمتلك ست شركات مساهمة آآ يعني شركة قناة المواني وشركة قناة الرباط وأنوار الملاحة شركة قناة للحبال تمام؟ شركة البورسعادية للأعمال اللي هندسين الشيء طبيعي إن الشركات دي لما قابلهم رئيس الوزراء مع فريق مانيش قبل ما ييجي الفريق وسامة ربيع آآ حطوهم على التراك الصح وابتدى تظهر بوادر إن هم ابتدى يحصل هيكلة جديدة وابتدى ظاهرة إن إحنا يبتد فيه أرباح ابتدى تظهر من الحاجات دي وابتكر من فترة إن إحنا برضو النجاف الترسانات الترسانات إحنا عندنا أربع ترسانات عندنا ترسانة بورسعادية وترسانة السويس وترسانة المقاولين وترسانة المساح ابتدنا في الترسانة البورسعادية وابتدنا عملنا تنكر صغيرة التنكر دي اه ابتدنا إن شايخ يلساني الترسانة ودي كانت يعني مصهورة ان كان فيها التلسلات البورسعادية دي اكثر لحنين على مثل هو مصر تتخيالي دو احنا كنا بنجيلها من اوروبا عشان نلحم مع لحنين بطحة اللي هما موجودين في البورسعادية دي تمام دي الحاجات الجيدة اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي تمام طبعا انت عارفة ان الفترة اللي فاتت لما جم قالوا بقى حنعمل خط السكة الحديد بتاع ايلات هادي ده طبعا منطقيا ما ايه ما ينفسنيش يمكن ايه ده يعني كان يحلات بتقول ده يقود نقول ل دور قناة السويس في مجال تسيئة لعملات النقل بين النشق والمعرب كيف تترى وترصود نحن احنا بالنسبة لنا من ساعة وجودها من ساعة وجودها حتى وقتنا هذا وهي يعني يقول ايه طريق الحريب كان اساسي يعني لو احنا نرجع وراء شوية لطريق الحريب طريق الحريب كان ينتهي فيه كان ينتهي في السويس نفسها قبل ما تبتتوجد القناة كانت في السويس وبعد كده حاجة تتنيهي لعالجمال لغاية اه ضمياط او سكندري صح لما توجدت القناة ابتدت هي اسرع طريق للمراكب الكميز اللي بتشيلها المراكب اكتر بكتر من تشيلها الجمال وبتدت تتحرك مباشرة يعني ده ده بالنسبة للايه وحاجة برضو احياء طريق الحريب اه 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 فيه حاجة لسه الاسبوع اللي فات او يوم ستة بالزبط يعني ستة اه اغسطس اه اه اتش ام من روسردان اه دي اكبر كونتينر اه اللي هي من فئة تريبل اي عبرت القناة باربعة وعشرين الف كونتينر اكبر اه حاملة كونتينر موجودة على المستوى العالم ناخد بالحضرتك عدت من عندنا تمام لسه لسه ايه يعني من نقول فترة عشرين يوم يعني طيب احنا بنشكر حضرتك جزيلا شكر دكتور بن محمود مرزول الخبير البحري واستاذ النقل اللوجستيات شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف وضح لنا حقيقة عديد من النقاط فيما يخطص بفنية محور غنات السويس يجعله مركز التجارة العالمية وطبعا البشيء مهم جدا بالنسبة في بما ان حضرتك رجل تعليم في نقول مشروعات كتيرة تعليمية على ارض سيناء حرك شايفها ازاي دلوقتي انا شايف ان فيه اتجاه كبير جدا من الدولة فيه التركيز على الاهتمام بسياسات التعليم وتطوير سياسات التعليم في الفترة الاخيرة فلا شك ان سيناء بحكم اهمية موقعها وبحكم اهتمام الدولة وتسليط الضوء وتركيزه عليها في فترة الاخيرة بصدد انشاء انشطة تعليمية سواء مدارس او جامعات او معاهد فنية بتخصصات جديدة فيما يتعلق بمتطلبات ومستحدات العصر بالضبط مش بس كمان الموقع بتاع سيناء والانشطة وتنوع الانشطة الاقتصادية اللي فيه لأ ايضا متطلبات العصر لان فيه تطور في سياسات التعليم وتخصصات التعليم وزي ما قلت الحك بحكم انا استاذ جامعي انا بشوف ان فعلا احنا محتاجين نوعيات معينة من التخصصات تكون موجودة الدولة شرعت في ده ولكن المزيد مطلوب ايضا فيما يتعلق بتخصصات زي التخصصات اللوجستية والتخصصات الصناعية والفنية اللي ممكن بتخدم المنطقة دي في احتياجاتها من العمال الفنية المدربة والفنيين والمتخصصين علشان تقدر انها تنتج منتجات زي ما قلت بجودة عالية وسعر تنافسي لان الاهتمام بسياسات التعليم لا شك ان كل الدول كل تجارب الدول التي تقدمت هنلاقي من مرة واحد فيها كان الاهتمام بالتعليم وده اللي احنا بنعيشه دلوقتي علشان فعلا اجيالنا واولادنا واحفادنا يطلعوا بمستوى تعليمي متميز يقدروا ان هم يلاقوا فرص عمل سواء كان في بلدهم او في دول العالم المختلفة زي ما دربت مثال تجربة دولة الهند احنا اتفقنا انه عشان يكون عندنا استثمارات خارجية لازم يكون عندنا استثمار احساسا داخلي وحالك شايف ازاي في المرحلة المقبلة دور القطاع الخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمارات في منطقة سيناء تحديدا بسحك ايد واحدها بتسقفش بمعنى ان لابد من تكاتف الدولة جنبا الى جنب مع القطاع الخاص والقطاع الخاص احنا عندنا رجال اعمال كبار ورجال اعمال وطنيين لا شك ان مزيد من التكاتف مع الدولة فيما يتعلق بالمشروعات وحجم الاستثمارات وتنوع الاستثمارات ده بيخلق مش بس بيخلق نوع من انواع النهوض بمش بس الصناعة النهوض بالدولة ككل ويؤدي في النهاية الى زيادة معدلات النمو وزيادة ما يسمى بمعدل الرفاهية رفاهية المواطط وبالتالي كلما تقدمت الدول وحنا عشان كده نشوف تجارب لدول المتقدمة نجحت وكان فيها رجال اعمال اوفياء ومخلصين عملوا مع الدولة مجهود كبير جدا وبالتالي نجحت المنظومة لان التعامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال شراكات من خلال اندماجات من خلال مشروعات ده بيخلي عجلة التنمية تسير بخطى أسرى ونتمنى المصرين العزيزة وشعبنا الكريم وشعب العربي أجمع مزيد من التقدم ورخاء والرفاهية زي ما حدثت أشار الامن والأمان والرفاهية لأن الرفاهية الشعب بتاعنا في حاجة الرفاهية وهو لابد أن يعمل من أجل أن يحصل على هدية لازم ناكل أمور بجدية وتأكيد طبعا مشاهدينا في ختم هذا اللقاء باتواجه بالشكر للدكتور مجد عبد العظيم ورئيس قصب الاقتصاد باحتة الجامعة الخاصة شكرا نزيلا لك أنا اللي بشكر حضرتك أستاذ المشاهدين مشاهدينا بكرا إن شاء الله فرق التعمل الجديدة إلى اللقاء وملفت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر